السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى اهل وصعب اجمعين وسلم تسليما كثيرا اليوم راح نشوفو كيفاش رايح تكون دراسة بالنسبة الابتدائي عدد الحصص واشياء اخرى اذا سيكون هناك اثنين وعشرين حصة في الاسبوع بعدد نحش حصة لكل فوج اسبوعيا يعني كل فوج عندها تنحش حصة في كل اسبوع التوقيت ثامنة صباحا الى الحد 11 ورب والمساء من الواحدة زوالا الى الثالثة مساء هذا بنسبة للتوقيت اليومي خمس حصص في اليوم يعني ثلاث ساعة صباحا وساعتان آآ مساء من تمانية الى 11 وربع ومن الواحدة لثلاثة مساء عنا استراحة مدتها 15 دقيقة صباحا آآ تكون من المفروض من تسعة ونص الى العشرة الى ربع يوميا طبعا بالنسبة الفرنسية عنا ساعتين ونصف للرابعة والخامسة ابتداء لكل فوج اسبوعيا يعني ساعتين ونصف وهي آآ يعني آآ حصص قليلة جدا آآ آآ مقارنة مع البرنامج وبالنسبة للثالثة اللي هنا المعدلة الكبرى الطامة الكبرى عنا ساعة ونصف بالنسبة للثالثة لكل فوج اسبوعيا وكل الاستاذ يقسمها على تنين يخليها ساعة ونصف بالنسبة للكتب فلا تغير فيها ما صراش تغيير مكاش تغيير للكتب طا نفس الكتب بنسبة كل يعني المستويات تبقى نفسها هي هي نمروا للآآ بالنسبة للتفويج الفوج الاول عندها الاحد والثلاثة الفوج الثاني عندها الاثنين والاربعة يعني عندهم يومين في في الاسبوع يومين يعني الاحد وثلاثة بالنسبة للاول والثاني الاثنين والاربعة اما بالنسبة للخميس فالفوج الاول عندها من الثامنة الى العاشرة صباحا وكاين ساعة الاستراحل الاساتدة ثم آآ الفوج الثاني عندها من الحادية عشر الى الواحدة زوال ان شاء الله نكون اعطيتكم معلومات مفيدة تهلوا في الواحكم وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم